شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليوم رمضان الدوحة ها هو شهر الخير قد انقضت أيامه فحق لنا أن نحزن على فراقه وأن نظرف الدموع عند وداعه كيف لا وقد ازددنا فيه قربا من ربنا كيف لا نحزن عليه وهو شهر الرحمات وتكفير السيئات وإقالة العثرات أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مننا ومنكم صالح الأعمال ها هو اليوم هو اليوم الأخير أو قبل الأخير رحب بضيوف الكرام معي شيخ موفي عزب حياك الله شيخ موفي شهر موفي ونحن في آخر يوم أو قبل الأخير من رمضان ونختم هذا الشهر المبارك أياما معدودات شهر مر أسأل الله أن يتقبل من الجميع أعوذ بالله السلام عليم لشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد حق لكل مسلم أن يحزن حقا لفراق شهر رمضان فإن الله تبارك وتعالى قد أودع فيه من العطايا والهبات والمنح ما لا يعلم بمقداره إلا العارفين من أهل العلم ولذلك كان السلف عليم رحمة الله تعالى إذا أوشكت اللحظات الأخيرة وكادت الشمس أن تغرب في نهاية هذا اليوم تيد الناس ما بين حزين ما بين باكن ما بين متألم حتى إن بعض السلف سئل في يوم العيد لماذا أنت حزين واليوم يوم عيد فقال إن مولاي قد أمرني بأمر وقمت بتنفيذه فلا أدري أقبله مني أم لا ولذلك أيضا ورد عن علي رضي الله تعالى عنه أنه يقول يا ليت شعري لا ندري من المقبول فنهنئه ومن المردود فنعنسيه ولذلك فعلا كل مسلم عاقل أدرك فضل الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الكريم يشعر بحزن عظيم لفراقه لما سيفوته من الخير الذي لا يودد إلا في هذا الشهر تصور أنت أمامك أكثر من مئة جائزة في شهر رمضان عندما تغرب شمس آخر يوم من رمضان تتوقف هذه الجوائز شهر الله تبارك وتعالى شرفه بنزول كلامه فيه وهذه أعظم نعمة أن جعل الله هذا الشهر ضرفا لأعظم كلام بل ولكل كلام أنزل من السماوات إلى الأرض فما من رسالة نزلت على نبي قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا وكانت في هذا الشهر الكريم والقرآن وما سبقه من الكتب هو مشع للهداية للإنسانية جمعا الأمة تتنكب الطريق عندما لا يكون لديها دستور أو منهاج تمشي عليه وتحذو حذوه وتنفذه في حياتها شهر جعل الله نهاره مغفرة وجعل ليله مغفرة شهر ملائكة الله تبارك وتعالى التي لا يحصي عاداها إلا الله تستغفر للصائم حتى يفتر شهر يغلق الله فيه أبواب النيران فلا يفتح منها باب وتفتح فيه أبواب الجنان فلا يغلق منها باب شهر من صامه إيمانا واحتسابا غفر لهما تقدم من ذنبه قد يدخل المسلم شهر رمضان وعليه من الأوزار والذنوب والمعاصي ما مرت عليك سنوات وسنوات وسنوات مع أول ليلة يقول الله عبدي قد غفرت لك ما سلف من ذنوبك شهر في كل ليلة لله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة شهر من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعدق لرقبته من النار وكان له مثل أجر الصائم غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء شهر يقيد الله فيه عدوك الكبير الأكبر وهو الشيطان تصفض فيه مرضة الشياطين فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون إليك في غيره شهر إذا مات العبد فيه حتى وإن كان له بعض التقصير لا يدخل النار إذا كان مسلما لأن أبواب النار قد أغلقا شهر يغفر لهم في آخر ليلة منه حتى إن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أهي ليلة القدر يا رسول الله قال لا ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عملا شهر الصدقة فيه خير من ألف صدقة فيما سواه وعمرة فيه تعدل حجة مع سيد البرايا والعوالم محمد صلى الله عليه وسلم فلماذا لا يحزن المسلم على فراقه الله أكبر لكن هناك علامات لقبول العمل ما هي العلامات التي يتم بها قبول العمل أو قبوشها رمضان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث الرحمة العالمين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة أتم تسليم مثل ما تفضل شيخنا الشيخ موافي بالفعل الواحد يحزن صراحة على فراق هذا الشهر المبارك يعني لو نشوف الشيخ أحمد كونا أمة مساجد ونتحصل الساعة واحدة في الليل في آخر الليل مواقف ممتلئة والناس مقبلين رجال ونساء أطفال وكبار سن يعني صراحة شعوري في أول صلاة فجر يوم العيد شعور عجيب صراحة وغريب يعني ممتزج بين الفرح وبين الحزن أقول سبحان الله وين وفود المصليين اللي كانوا يعني في آخر الليل مقبلين على الله سبحانه وتعالى مدبرين عن الدنيا تركوا وراءهم لهواء الدنيا ويعني ملذاتها أقبلوا على الله سبحانه وتعالى يرجون رحمته ويخافون عذابه النقطة اللي ذكرتها شيخ أحمد وهي من المهم بمكان اللي هي مسألة قبول الأعمال للأسف أننا عندما نقوم بالأعمال ونتعبد إلى الله سبحانه وتعالى نشعر أننا أدينا ما علينا على ما تجد الواحد مثلا يقول تعالى صلي الترويح ليش ما تصلي ثمار ركعات كاملة لأنك إذا جلست مع الإمام حتى ينصرف كتب لك قيام ليلة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي يقولك والله هي صلاة الترويح سنة ليست فرد طيب نحتاج إلى كل حسنة والله إنه بكرة أن الواحد مثلا ما قال الله سبحانه وتعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرئ منهم يومئذ شأنه يغنيه الآن فرصة تجمع أكبر قدر من الحسنات والأجور الصحابة رضوان الله عليهم كما ورد عنهم أنهم كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ستة أشهر بعد رمضان أن يتقبل منهم ما أو دعوه من أعمال وهذه نصيحة وجهها لنفسي المقصرة والإخوان المشاهدين أن الواحد بعد مضي رمضان مباشرة يقتدي بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخلي سجدة لا تخلي وقت بين الأذان والإقامة الساعة الأخيرة من يوم الجمعة وقت الثلث الأخير من الليل عندما تنطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى أخلص في الدعاء أن يتقبل منك سالف الأعمال ولعل من بعض العلمات التي وضعها بعض أهل العلم أنه إذا أردت أن تعرف هل قبلت أعمالك عند الله سبحانه وتعالى خصوصا يعني صيام وقيام صدقات زكوات قراءة قرآن يعني ما شاء الله أصناف من العبادات وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن منته ومن عظم هذا الدين أن العبادات متنوعة حتى لا يدخل السأم أو يدخل الملل في قلب العبد يعني مثلا إذا الواحد الآن جالس معتكف في العشر الأواخر من رمضان في مسجد من مساجد الله سبحانه وتعالى قد يعني يمل إذا مثلا جلس فترة طويلة قرآن لكن يترك المصحف قليلا يستغفر الله سبحانه وتعالى يدعو الله سبحانه وتعالى يقرأ في كتاب النافع ثم يعود وهكذا حتى لا يدخل الملل والسأمة إلى قلبه وبالفعل سيشعر بلذة يعني عجيبة إذا أقبل على الله سبحانه وتعالى فدليل قبول الأعمال هو استمرارها بعد رحيل رمضان إذا أردت أن تعرف قبول أعمالك عند الله سبحانه وتعالى أبرز علامة انظر إلى نفسك كيف هي علاقتك مع الله سبحانه وتعالى بعد رمضان هل ستكون مستمرا ويكون شعارك لن يسبقني إلى الله أحد وشعار قول الله تعالى وعبد ربك حتى يأتيك اليقين أو يكون شعارك والعياذ بالله كقول الله تعالى ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة رجع على سالف عهده رجع على السهر في الليل تضيع الصلوات تضيع صلة الأرحام تضيع في حقوق الوالدين فهو عاق لهما تضيع 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 إذا وجدت من هذا استغفر الله سبحانه وتعالى وصحح المسار حتى تلقى الله تبارك وتعالى مقدمة جميلة جابها الشيخ سعود وهي العلامات ولا تكونك التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة لا شك الإنسان بعد ما كان في رمضان على عبادة وعلى طاعة ماذا ينبقي علينا ونحن في ختام شهر رمضان المبارك؟ نص أهل العلم حقيقة على أن من علامات قبول الطاعة أن تعقبها طاعة ومن علامات عدم التوفيق أن تعقب الطاعة معصية ولذلك استمرار الطاعة فضل الله تعالى ورحمته أننا لو نظرنا إلى العبادات كما ذكر أخي الشيخ سعود وفقه الله وددنانا متعددة متنوعة ولكن هناك عبادات محورية لا غنى للإنسان يعني هذه العبادات المحورية موجدت في كل شرائع الأنبياء والمرسلين فعبادة كعبادة الصيام عبادة محورية نحن نعلم أن العبادات كما ورد في كلام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة بضع وسبعون شعبة أعلاها أدناها إذن في أعلى وفي أدنى وفي وسط على قمة الهرم تأتي أركان الإسلام الخمس ومن هذه الأركان الخمس الصيام لأن عبادة المقصد منها إنما هو إعطاء القلب أو الضمير شحنة لأنك في رمضان تراقب الله مراقبة لا يمكن لأي جهاز رقابة في العالم أن يقوم بها فأنت في بيتك بين طعامك وشرابك ومرأتك بين عيدي ما فكرت أن تضع نقطة ماء واحدة على طرف الإسلام لو يدد هناك قانون يمنعك ولا كاميرات لأي جهة تراقبك ما الذي يحول بينك وبين هذا الأمر رغم أنه في الأصل حلال فإذا نحن نحتاج إلى الصيام لتقوية جهاز الرقابة على مدار العام كله فالصيام حقيقة هو عبارة عن دورة لجهاز الرقابة حتى يعمل بكفاءة أعلى مما ينبغي أن يكون عليه أن تتركت المباح الذي لا غين لك عنه من أذن الملك فحري بك أن تترك الحرام الذي يذرك من أذن الملك ولذلك جعل الله الصيام عبادة لجميع الأنبياء والمرسلين كما قال كتب عليكم الصيام وكما كتب علي الذين من قبلكم لعلكم تتقو سبب فساد سلوك الناس وهذا الدمار والمشاكل إنه ضعف هذه الرقابة عندما يذهب الضمير في إجازة مفتوحة فحلث ونحرج الله يريد أن يظل الضمير يعمل على مدار الساعة لأن العبادة ما يأخذ إجازة أو أخذ إجازة هلكت لأن إجازة معنى الوقوع فيما يغضب الله تعالى أو التعرض لأعراض الناس اعتداء على أعراض الناس أرواح الناس وممتلكات الناس وأنت ينبغي عليك أن تحب للناس ما تحب لنفسك والضمير هذا هو الذي يجعلك على مدار الساعة في حالة انتباه ويقضى وينكفاف عن المعاصي ولذلك بدون هذا أخي الكريم ما الدول الأوروبية المتقدمة عندها قوانين وأنظمة تنظم حياة الناس هذه القوانين لو غابت لحظة واحدة تحول هؤلاء إلى مجتمع مجرم بمعنى الكلمة في نيويورك من عدة سنوات انقطعت الكهرباء ثلاث ساعات ماذا حدث؟ مئات الجرائم ارتكبت من هذا الشعب المتمدين المتحضر لماذا؟ لأن القضية هناك قضية قانون ليست قضية ضمير ولذلك أنا عندما أترك المعاصي أنا لا أترك لقانون وإنما أترك لأنها مرضى لله رب العالمين فأنا أعلم أن الإسلام يدور على محاور ثلاث المحور الأول التكاليف الأوامر فأنا أنفذ أوامر الله ابتغاء مرضات الله على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم المحور الثاني النواهي الممنوعات والمحضرات والمحرمات أنا أنكف عن ذلك ذلك ومن يعظم حرمات الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله إن تجتنب كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم المحور الثاني الحدود التي حددها الله فإذن نحن بالصيام نعطي المسلم دورة قوية جدا لضميره الذي هو جهاز الرقابة الذي يعمل 24 ساعة الرادار كما أن القوات الجوية لها رادار يسمى رادار القوات الجوية المطارات فيها رادارات تراقب حركة الطائرين في الجو هذا هو راقب كل كلمة تصدر منك وكل طرفة عين وكل شيء فأراد الله أن يظل هذا الجهاز يعمل لأنه عندما يموت أو عندما ينام تخرب الدنيا ولا آخرة يجب علينا أن نعبد الله كأننا هذا هو نراه فأن لم يكن يراك فتراه فأنه يراك شيخ سعود لكن أيضا الناس في رمضان في أشياء كثيرة تساعدك الأجواء الناس صائمين وكما قال حنظر نافق حنظر عندما ذهب وإذا أبو بكر الصديق يلقى في الطريق قال نافق حنظر إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأننا يعني رأينا أعمالنا في كذا ولما نخالط الأولاد والنساء نزل هذا الإيمان لا شك رمضان يعين لكن بعد رمضان قد تكون الأمور يعني خلنا واقعين بعد رمضان الأمور تكون فيها الناس فيها أخفي كيف نعالج أن نكون في رمضان أو بعد رمضان بسم الله الرحمن الرحيم مثل ما تفضلت شيخ أحمد والشيخ موفي ذكر في المقدمة أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا عند مقدم هذا الشهر المبارك الذي نعيش ساعاته الأخيرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغني وإياكم إن شاء الله رمضان أزمنة مديدة وسنين عديدة نحن وإخوانا المشاهدين إذا كانت أول ليلة من رمضان كما ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب وصفدت الشياطين ومردت الجن وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله في كل ليلة عتقاء من النار وكما بين نبي صلى الله عليه وسلم يعني وضع لنا الجواز مثل ما تفضل شيخي الشيخ موافي من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر لهما تقدم من ذنبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر لهما تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر لهما تقدم من ذنبه يعني الوضع في رمضان غير عن باقي الشهور لكن هذا لا يجعل ليس سبب في أن يعود الواحد على سالف عهده نحن لنكن منطقيين شوي إذا الواحد مثلا كان يختم في رمضان مثلا ثلاث مرات أربع مرات أقل القليل مرة على الأقل الاستمرارية يعني مثل ما بيّن نبي صلى الله عليه وسلم أن خير العمل أدومه وإن قل يعني مثلا خلنا نأخذ مثلا الصيام أنت الآن خلصت ثلاثين يوم الله ملك الحمد أو تسع وعشرين يوم ما يشعر لا بتعب لا بألم لا بيعني أسر مع أن نحن لو تذكر شيخ أحمد قبل كل سنة قبل كرمضان الله يعيننا الحر كل سنة سبحان الله هذا الكلام يتداول الله يعيننا هالسنة شلون بنصوم شدة الحرارة وسبحان الله ينقضي رمضان ولم نشعر فيه أبدا الآن تجد على مواد الإفطار والله الناس يعني ما يتمرى وماي وخلاص والحمد لله فالاستمرارية فأنت الآن خلاص تسع وعشرين يوم ثلاثين يوم تعجز وتصوم ست أيام من شوال النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدار شوف شلون التدرج خلاص انت خلاص ثلاثين الآن بس نبي منك في شهر كامل ست أيام لو يعني تصومها في نهاية الأسبوع في الويكن جمعة سبت جمعة سبت جمعة سبت تخلصها ونفس الشي الصلاة يعني قيام الليل كنا نقومت ترويح ثمار ركعات وكنا نقومت القيام ثمار ركعات والشفع والوتر شوف ستة عشر ركعة سبت عشر ركعة شوف شلون خلاص احنا نبي منك على الأقل الشفع والوتر على الأقل تقوم الليل بالوتر لو ركعتين للسان يسليها القيام بعدها بعد العشاء بعد رمضان وهذا يداوم عم في اتصاله اعتقد مبارك من الريان مبارك حياك الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف الحال الشيء يا مرحب يا مرحب ومساعد لو سمحت حبيت حبيت أقول انقضى رمضان يعني بالخير والحمد لله اللهم لك الحمد قصر على التلفزيون يا شيخ مبارك واسمعنا من التلفون وتكرمت أبيك اسمعنا من التلفون وقصر على التلفزيون إن شاء الله إن شاء الله تفضل يا مبارك يا مرحب هذا الشهر فيه بركات من أحلى البركات اللي فيه الناس المتسامحين شي والله إيش سؤالك يا مبارك سؤالي عن رمضان نعم دقيقة دقيقة شي في حد حولك شي عطني يا خلال كلمة إذا حد حولك الاتصال انقطع لكن خلونا نطلع فاصل الآن وبعد الفاصل إن شاء الله ناخذ أيضا انتصال أخونا مبارك وأيضا نواصل حديثنا مع ضيوف الكرام في الستيوديو فاصل ثم نواصل اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات أهلا ومرحبا بكم من جديد الآن وقفتنا مع الشيخ مبارك جال الله الجربوعي ونفحات الصيام نشوف أقفة الشيخ مبارك نرجع لكم اللهم ارضى عنا وتولنا وارحمنا يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فها نحن في ختام هذا الشهر المبارك نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن حضي منه بالأجر العظيم وقد اعتق الله رقبته ورقاب والديه والمسلمين من النار إخواني للعيد فرحة للمسلمين وفي الفرح أمرين الأمر الأول مستحب وهو الفرح بفضل الله وبرحمته في مثل هذا اليوم المبارك فإن المسلمون يفرحون في هذا اليوم فرحة لأن الله وفقهم وأعانهم على صيام هذا الشهر المبارك وقيامه فهم يفرحون لذلك فيقول الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فمن السنن في هذا اليوم المبارك أولها الفطر قبل الخروج أكل تمارات من البيت قبل الخروج إلى المصلى يستحب للمسلمين في هذا اليوم المبارك الاغتسال والتطيب وأفضل ما لديه من الثياب ثم يخرج إلى المسجد من طريق إلى المصلى من طريق ثم يعود من طريق آخر هذه هي السنة ويستحب للمسلم في هذا اليوم المبارك زيارة الأقارب والأرحام وإتيانهم في أماكنهم والسلام عليهم وتجديد العهد بهم تقبل الله منا ومنكم وكل عام وأنتم بخير وفقنا الله وإياكم تقبل الله منا ومنكم كل عمل صالح ثبتنا الله وإياكم على الخير إلى أن نلقاكم وفقنا الله وإياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم حياكم الله معنا أشهد الكرام من جديد نشكر الشيخ مبارك على أيضا وجوده معنا خلال شهر رمضان المبارك وكان لوقفه وهي نفحات الصيام زهر لخير على ما قدم لبرنامج رمضان الدوحة أسأل الله أن يكون ذلك في ميزان حسنات لكن الشيخ السعود كيف نجعل من وداع رمضان بداية لحياة جديدة بالطاعة بسم الله الرحمن الرحيم مثل ما قلنا قبل الفاصل شيخنا أن الواحد الآن مع قضاء رمضان لابد أن يجلس مع نفسه وقفة محاسبة وقفة جادة مع نفسه يظهر كيف كان مستوى الإيمانيات عنده كيف كان مستوى العبادة كيف كان مستوى الطاعة كيف إقباله على الله سبحانه وتعالى وإدباره عن دار الدنيا إقباله على الآخرة وإدباره عن الدنيا يضع في ورقة جدول يومي يعني مناسب حسب ظروفه يعني هذا المسألة الهامة أن الواحد لابد أن يعرف أن الله سبحانه وتعالى متواجد في كل الشهور رب رمضان هو رب شهور كلها لكن للأسف أن الجمع ليس بالقليل نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الهداية والعافية لا يعرفون الله سبحانه وتعالى إلا في رمضان ولو أردت التأكد اسأل أمة المساجد شوف كيف كان مستوى المصلين في رمضان وكيف هم بعد رمضان هذا من المحزن والمخجل في حق الواحد مننا لا يعرف ربه إلا في رمضان فرب رمضان هو رب الشهور الأخرى هو رب شوال رب ذي القعدة رب ذي الحجة فإذا أردت السعادة إذا أردت الراحة إذا أردت الطمانينة لا لا ما رح أقولك إيش لون رح تحصلها أنت وجدتها في رمضان كيف وجدتها في رمضان من خلال إقبالك على الله سبحانه وتعالى قراءتك في كتاب الله سبحانه وتعالى لو نسأل كل واحد يسأل نفسه كم ختمة ختمتها بعد رمضان الماضي وإلى رمضان الحاضر ستجد إجابات تخجل والله يعني الواحد لا يعرف المصحف حتى بعض المصليين لما يجون يسأل إمامه عن نطق بعض الكلمات أو تصعب عليه هذا دليلنا ما قرأ يعني ما تطلع في كتاب الله سبحانه وتعالى طيلة العام 365 يوم إلا ما ندر فضع لك مثل ما قلنا أفضل العمل أدوامه وإنقل يلي كنت تقرأ جزئين ثلاثة في اليوم يقرأ ربع ربعين في اليوم يلي كنت تصوم شهر كامل اكتفي على الأقل بصيام الأيام البيض أو بصيام الاثنين والخميس يلي ياما كنت تخرج صدقة يوميا كنت تفطر المساكين على الأقل تجد تخلي لك مثلا عادة مثلا دائمة في كل أسبوع مثلا تتبرع بمبلغ تحفر لك بير تبني لك مسجد أهم شيء بيض صحيفتك عندما تقابل ربك سبحانه وتعالى لأن النتيجة واحد من اثنين لا ثالثة لهما يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم نسمح بصوتكم نسمح يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله ففي رحمة الله هم فيها خالدون طيب الله هالنفاس شكرا الله يعني شيخ خسعو تكلم لا شكنا بعد رمضان هناك أعمال كثيرة العمل لا ينتهي بعد رمضان هناك في ستمن شوال ويأتي أيام بعد ذلك أيام من أشهر الحرم منذ القعدة ثم أشهر الحاج ثم محرم والحياة سبحان الله كل شهر وكل موسم في أعمال الإنسان أن يستمر على هذه الطاعة بعد رمضان شيخ موفي مما لا شك فيك كما أشرت سابقا أن الأعمال التي وقع أو تقع من الموسم في رمضان أعمال أساسية ولذلك كان رمضان عبارة عن جرعة قوية دورة مكثفة جزء الله هذه الجرعة على بقية العام لأن الصيام ليس خاصا فقط في شهر رمضان وإنما تجد كما ذكر آخر شيخ سعود وفقر الله تعالى أنك عندما تنتهي من شهر رمضان تدخل في أشهر الحج في أيام عبادة أخرى عظمى يأتي شهر شوال شهر شوال هذا لعلم من الأسباب التكبير في أيام العيد أن أول يوم في شوال بعد غزوة بدر دخل المسلمون المدينة مكبرين فرحين بنصر الله لا هو في بدر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر رجت المدينة بالتكبير ومن هنا بلأ التكبير فالتكبير توافق مع النصر الذي حققه الله للمسلمين في غزوة بدر في العام الثاني الأعمال الأساسية التي لا بد منها الله تبارك وتعالى وضع لها سقف في بعض الأحيين ووضع لها سقف أدنى في أوقات أخرى فتأتي عبادة كعبادة الصلاة ليس الصيام وحده الذي يقع في رمضان وإنما الصيام هو الجوهر الأصلي وهو العبادة الكبرى ولكن تأتي عبادة الصلاة لا يقل الاتمام بها عن عبادة الصيام فكما ذكر الشيخ سعود الآن حاليا أنت رجل تصلي الصلاوات في المسجد خمس صلاوات هي في رمضان في شعبان شوال واحد ولكن يأتي قيام الليل تفاجأ بأن قيام الليل أيضا عبارة عن دورة على عمل عظيم أعظم من الصيام وهو الصلاة ولذلك الله تبارك وتعالى وحب بالناس في القيام لأنهم في حاجة إلى الصلاة فالصلاة صيلة بين العبد وربه وتصور أنت رجل يصلي هذه الليالي المتعددة المتنوعة مع الشيخ سعود بهذا المستوى الرائع من الأداء والله يأخي الكريم لو كان يحمل في قلبه صخرة لا تأثرت بالتلاوة وفعلا يتغير تماما والناس عليهم السكينة والوقار وتسمع بكاء الناس يمين يصار شرق غرب تتعجب ثلاثون عاء يوما وأنت تسمع كلام الملك بتركيز وقراءة مطولة بعض الناس يقرأ جزء وجزئين في القيام تهد الناس لا يملون وتهد الناس قيام تتعجب هذا الرجل ما كان يصلي الفرض في الجماعة الآن يقوم الليل ساعة ساعتين وبعد ذي صالة التروع بعد العيشة ونقول والله الشيخ عبد الرشيد عنده مش ساعة 11 لغاية الساعة واحدة القيام والناس جلوس والمجل ما تلوس خلق إذن هذه دورات عجيبة ليست خاصة فقط بشهر رمضان وإنما الله تبارك وتعالى جعل رمضان هو من شأ وهو المقوي لكل العبادات الكبرى عبادة الصيام 30 يوم متواصل 27 يوم عبادة الصلاة قيام ليل نفس العدد الصدقات انظر الآن إلى إفطار الصائم كم عدد الذين فطرهم أهل قطر الطيبين من الفقراء الصائمين في العالم أرقام في الداخل والخارج في الداخل والخارج ادخوا نهاردي إلى الخيام الآن تريد مثل 500 600 2000 2000 5000 هذا البذل كل هذه العبادات الكبرى جمعها الله في رمضان ولكنه وزاه على بقية العام كما ذكر الشيخ سعود بأن رمضان له ظروف خاصة المنحة الربانية في عالية المعدلات معدلات الأجور فيه مرتفعة ولكن الله تبارك وتعالى قال هذه العبادات ليست خاصة بشهر رمضان وإنما ينبغي على المسلم أن يستصحب هذه الأعمال على مدار العام كله فأنت في حاجة في كل شهر أن تصوم أنت في حاجة في كل يوم أن تتصدق لأن هناك ملك كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ما من يوم جديد إلا ملكان وناديان يقول أحدهم اللهم أعطي منفقا خلفاء وأنا والله وبالله وطلع ما رأيت أحدا يبسط يده بالعطاء إلا يوسع الله رزقه أحيانا تجد بعض الناس أسرة موضتها خمس أفراد واحد أو اثنين عندهم كرم تجدهم أوسع الأرزق صراحة أخوانه حوله طررين وهو لربنا سبحانه وتعالى جعل السهم في السحاب لماذا لأنه يقعد ينفق ومن هنا نقول لأخوان الكرام الطيبين الخرد الذي عندك هذا الذي تستخدم من الجمعية أو غيرها أحطه جمك تحت يدك في السيارة كل الممرات بهؤلاء الناس الأبطال الذين يخدموننا عامل النظافة هذا يخدمني ويخدمك عمل قد يبدو لك فيما يبدو أنه بسيط ولكن تصور لو أنه ما عندنا عمال نظام فكيف تحيا في بيتك وكيف تحيا في الشارع الذي أنت فيه فتصور الآن عندما تتحول هذه الكتل من القمامة إلى كتل في الشوارع وطرقات نموت نجمي أمراض فإذن هذا رجل قدم دور لو أنا تعجبته لشاب من الشباب وقف عند شهر وكنت وقف بجواره أخرج من الثلاجة حق السيارة غرشة ماء بارد وإعطاه العامل الله أكبر يتهل الوجه فرحا وآه ثم أهله وعطيته خمس سيارات والليال لأن أحيانا قد تكون جمسية المهمة أكثر من الماء عنده فإذن نحن أمامنا أعمال رمضان التي دربنا عليها لمدة شهر كامل هي مواجهة على مدار العام وكما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة وكان إذا بدأ بعمل أثبته لماذا؟ لأن الاستمرارية تؤدي لتحقيق نتاج المستمرة تصور الآن في رمضان على سبيل المثال الجزئية لو أنا جئت في أول ليلة من رمضان قلت نويت الصيام شهر رمضان وتوفان الله تعالى في منتصف الشهر بالنية يأخذت الأجر كله طول الشهر إنما الأعمال بنيات وإنما لكل مريم منوى ولذلك نحن ينبغي أن نخرج من رمضان بنية أننا سنفعل أفعال رمضان على مدار العام فيصبح العام كله رمضان الله وشيخنا أيضا منة هذا الدين وكرم الله سبحانه وتعالى مثل ما بيّن نبي صلى الله عليه وسلم أن من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة واحدة ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة واحدة ومن هم بسيئة فعملها كتبها الله عنده سيئة واحدة سبحان الله وين تجد أحلام وأعظم وأرحم وأجود وألطف من الله سبحانه وتعالى لكن هناك مبشرات يعد سليمين وفق للصيام خلال شهر رمضان من بالك أين مبشرات؟ والله مثل ما ذكرنا وتفضل الشيخ الشيخ موافي في البداية يكفينا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال في بداية مستهل ومستبشر في بداية رؤية هلال شهر رمضان اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبواب الجنة مفتحة وأبواب النار مغلقة وأن الله سبحانه وتعالى له في كل ليلة عتقاء من النار تخيل في كل ليلة له عتقاء من النار من المبشرات وين تجد أفضل وأعظم من مغفرة الذنوب تخرج من ذنوبك صافي طاهر أبيض صحيفة بيضاء لكن انتبه يا أخوي أنك تسودها مرة ثانية يعني الصبور الرحيم مسحت بإذن الله سبحانه وتعالى صارت بيضاء وعيب أنك تروح ترجع تشيخبط عليها مرة ثانية يعني كأنك مصر على اقتراف الدنوب والمعاصي من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر لهما تقدم من ذنبه ونسى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر لهما تقدم من ذنبه الجمعة إلى الجمعة ومثل الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا تتنبت الكبائر ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر لهما تقدم من ذنبه فالمهم مثل ما تفضل شيخنا أن يتحقق لدينا تزكية النفس وتقوى الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فانتبه أهم شيء ودائما الواحد يدعو الله سبحانه وتعالى اللهم آتي نفسي تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها دور لأمة المساجد الشيخ سعود الآن لهم دور كبير لكن بعد رمضان لهم دور أيضا ما هو الدور اللي ينبقي على أمة المساجد أيضا مع مصلينهم؟ بلاشك برجع الشيخ من ساعة يقول يقول ما شاء الله المصلين يجلسون يستمعون الجزء والجزئين ولا يكلون ترى شيخنا مفك المساجد لو مسجدي مسجد شيخ أحمد صلنا جزء يمكن ما تحصلنا السنة الجاية الكل اللي عارف مصلينة اللي يروح عند شهد رشيد لو وقف ساعتين ثلاث ساعات لأن الأمر أصبح طبيعي لكن أكثر المساجد الآن أيضا لهم دور معين والإمام لدوره أنا أقول فيه جمع هؤلاء الناس يتحبب لهم وحتى بعد رمضان بإمكان الإمام أن يكون فيه وصل بينه وبين المأموين ما شفناك ما صليت عندنا دور الإمام حتى يرقب الناس فيه أيضا في المجيد المساجد شيخ حقيقة مما لا شك فيه أن هذه الأعمال هي أعمال الأئمة والأئمة ورثتهم العلماء والعلماء ورثت الأنبياء فإذا قام الإمام بدوره يعني رمضان الآن جاءك أعداد هائلة من الناس وأنت كرجل مسلم إمام مسؤول ينبغي أن تعلم أن رسالة المسجد ليست خاصة في داخل المسجد وإنما نحن نتمنى أن نخرج برسالة المسجد من المسجد إلى المجتمع ومعنى ذلك أنك كما ذكرت أنا لو أنك رأيت وجيها من الوجهاء جاءك في رمضان وتعرف أن هذا مسؤول من المسؤولين ما المشكلة أن تقوم تسلم عليه وأن تهش وتبشر وجوده وأن تبشره بما عد الله تبارك وتعالى لأمثاله من الصالحين الصائمين الراكعين الساجدين وتقول نحن نتمنى أن لا نفتخذك بعد رمضان والله أذكر هذه الكلمة قال أحد أخوي الأئمة لرجل هذا الرجل كان يصلى على سطر روتوك عشر ولكن لما جاء الأيام الأولى هو انتقل جديد في الحي الأخ يمام المسجد رجال صاحب رسالة أول مرأة هو يعرفه كاسمه في إعلامه ما إعلام فرح قالوا نحن سعداء المسجد منور بوجودك عندنا وقالوا أتمنى أن لا يفقتك هذا المكان هو بنفسه حكي لي قال والله أكون في البيت متكاسر أستحي عندما أسمع الأذان أن أصلي في البيت وما أروح المسجد فنحن نحتاج إلى الإمام صاحب الرسائل التوترية الخفيفة السريعة تقول رجل ألمعي تنظر في وجه إخواني كالذين وصلوا معك هؤلاء هم وقود الأمة وهم الرجال محمد صلى الله عليه وسلم كيف أن أوظفهم لخدمة دينهم في كل الميادين فإذا نقول على الإمام أن يتفقد المصلين الذين يستمرون في المحافظة على الصلاة معه طيلة الشهر ويحاول أن يربط بينهم علاقة ما دام الإمام بعيد عن عرض الدنيا فهو يسيد نفسي وسيد الناس وأنت عندما تدلهم على الله أنت دللتهم على خير الدنيا والآخرة ورسالة الإمام لا ينزح أحد الإمام على المنبر أخي الكريم حتى سمو الأمير لا يستطيع أن يتكلم في خطبة الجمعة أعظم إنسان لا يستطيع أن يتكلم في فرصتك أن تملأ هذه الأوعية بكلام الله ورسوله وأن تتخيل كلامك بعناية وأن تراعي حال الناس كما ذكر الشيخ سعود بعض المساعدة تخلوا فعلا لأن الناس لا تحملوا الصلاة طويلة الحمد لله لدينا صلاة طويلة وصلاة متوسطة وصلاة قصيرة وكل مقبول والتنوع هذا مطلوب لأن بعض الناس أحيانا أنا كن عندي مصلحة معينة أتمنى أن ندور الإمام يكون صلاة خفيفة ما دامت الصلاة مستوفية الأركان والسلوط هذا التنوع مطلوب شرعا ولا ينبغي علينا أن نحمل الناس على أن كله يجب أن نصل بجزء هذا فيه مشقة على الخلق لأن هذه الطريقة النبي صلى الله عليه وسلم قال لي معاد أفتن أنت يا معاد لأن بالله عليك تقرأ بالبقرة في العشاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بيتين وزيتون لا بد أن ورعاة حال الناس فأقول نتمنى فعلا أن يقوم إخواننا الأئمة الفضلاء والخطباء باستغلال هذه الفرصة الإيمانية التي شحنت فيها القلوب في رمضان بحث الناس على استمرار الأعمال بعد رمضان لا بد أن نقول الناس كنتم في رمضان كذا ينبغي أن تكونوا كذا حتى لا نكون من الرمضانيين كما يقولون شيخ ذكر قال ربنا سبحانه وتعالى هو رب رمضان رب الشوال رب الشعبان القضية لا تتوقف على شهر معين نعم سخف الحسنات أعلى الأسهم أربحها مرتفعة جدا في رمضان خضرة أسهم كلها خضرة أخذوا في السحاب فما ودي أنها تتحول إلى خسران بعد رمضان كيف نحفظ على الأسهم التي تكون كلها لون أقضر شيخنا بس دعني أنتز الفرصة أشكر الإخوان صراحة في دارة شو المساجد في وزارة اللقافة والشوال الإسلامية صراحة يعني يحاولون ويبدلون قصار جهدهم في دعم لأم القطريين وهي لا رسالة من هذا البرنامج نستغلها ندعو الشباب الكطريين يعني أنا توقع أي واحد كان يصلي وراء إمام وعجب بصوته وعجب بأداءه ويعني يغبنه أو يغبطه على الأجر المترتب عليه لأنه يأخذ أجور المصلين من خلفه أكيد ناجاته الهمة أنه يعني يبادر فأخوان الأخوان عندنا في دارة شو المساجد تفاتحين الأبواب أي واحد قطري يجد في نفسه القدرة حافظ من كتاب الله سبحانه وتعالى يبادر وينتهز ويستغل الفرصة في أنه ينضم تحت لواء الأئمة ومثل ما تفضل شيخنا يعني عمل عظيم وين تجد أفضل من مهمة النبي صلى الله عليه وسلم هذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم وين تجد أفضل وأشرف من هذه المهمة والأجور المترتب عليها كيف يعني الآن ممكن في بعض المساجد الإمام جعل قروب لمصلينه ممكن أمور دعوية تكون عندها في مسجده أما اللوحات الموجودة أيضا نريد أيضا لأئمة لهم دور والشيخ موافي أيضا أكد على مساعدة الإمام ودور الإمام وفن التعامل الإمام مع المأمومين دور الإمام وحب أنت كإمام شيخ سعود توجه أيضا رسالة لبعض المساجد في قطر الله الحمد نحصلها الإمام وهو كأن إدارة مساجد دار الدعوة في مسجده دعني أخذ ألخص المسؤولية الإمام في ثلاث نقاط أساسية طبعا هي تحتاج إلى يعني الشيخ أعطانا دورات دورات لتأهيل الأمام والخطفة القطلين جزال لخير النقطة الأولى في المسجد نفسه المسجد داته يعني كبناء كمرافق للأسف نجد الإمام يجي صلي ودورات المياه عزك الله تعبانا لا هو اللي بلغ الإخوة المختصين في قسم الصيانة لا هو بلغ الإخوة في دارش والمساجد لا هو مثلا بادر بنفسه لعلاجها فالمهم من الإمام أولا يتفقد المسجد حتى أن يكون يخلق جو من الخشوع والطمأنية الأمر الثاني الأمر الثاني علاقته مع المصلين وأداء في مصلة يلتزم بالصلوات لأنها أمانة أمام الله سبحانه وتعالى وأنت مساءل سواء أمام الله سبحانه وتعالى ثم أمام الإخوة في وزارة أعمل الثالث أعمل الثالث خارج المسجد علاقاتك تواصلك تفقدك لإخوانك البرامج الدعوية المصاحبة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أطلع إلى فاصل قصير ثم أعود إليكم الحديث عن ختام شهر رمضان المباركة ذي أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لختامه بالقبول فاصل والواصل اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات أهلاً ومرحباً بكم من جديد شيخ موافي وسائل التواصل الاجتماعي في رمضان مشارل الأحاديث وأيضاً الأدلة والإستدلالات والهمة كيف أيضاً نجعل من هذه الوسائل التواصل الاجتماعي في رمضان أي بعد رمضان والله حقيقة أنا أقول هذه من حسنات هذه الأجهزة الذكية هذه الأشياء أنا شخصاً أستفيد من أشياء وأنا لا أنقل لأحد شيء إلا إذا تأكدت أن له قيمة وأنه ناقل ولذلك فعلاً فويلوا له مما كسبت أيديهم وويلوا له مما يكتبون أقول لإخوانا الذين يتعاملوا مع هذه الأجهزة أكتب شيئاً يسرك في القيامة أن ترى أترك بصمة حسنة ينفعك الله بها قدم شيء سواء كان فيما يتعلق بالقرآن أو السنة بالقيم والأخلاق الإسلامية أي شيء يعود على الناس بالنفع لا تقصر فيه لأن فعلاً هذه الأجهزة الآن لاها دور ولا نستطيع أن نتخلى عنها حقيقة الآن أنا رجل مثلاً عندي أنت طبعاً أكثر مني بالنسبة الأرقام المشاركين عندك ما يكون عندك ألفين وخمسمات واحد وكل واحد يرسلك رسالة في اليوم ولا حتى لكل أسبوع رسالة أصبح عندك كنز من المعلومات إن وظفته في خدمة الدين خدمة الأخلاق والقيام خدمة بلدك خدمة وطنك خدمة الأمة لعادة على الناس بخير عظيم ولذلك أنا أقول لإخواني الذين يغردون ومعجبون ومهتمون بالتغريد أنا قرأت أمس كتاب فقط في التغريد أنت شو مع التغريد شيخ؟ أنا لست مكتراً وإنما أنا أنقل أنقل أحياناً ما أعجبني وما أرى أنا فيه نفع أنقله عندك تويتر شيخ؟ عندهم عند تويتر وعند فيسبوك وعند كل شيء وعند واتس أب وعند فيبر وعند تانجو وعند صحيح لأن هذه فرصة أنا أعتبر فرصة عظيمة يعني أخي أرسل رسالة من السويد من شمال السويد عندهم الآن النهار الليل كله أربع ساعات فهذا تواصل معي في كل ما يتعلق لأنه أصبح كما لو كان هو مسؤول الجالية هناك في الأحكام المتعلقة بالصيام هذه البلاد اللي هي غير طبيعية وأحياناً يقول لي أنا أريد أن أسمع صوت من عندكم أحول على الشيخ صعود على غير يسمع قرآن من هنا هناك وينقلوا هناك عبر الميك عنده بطريقة معاني ما أعرف كيف يحنز عندهم يعيش الناس كما لو كانوا في بلاد العرب فأنا أقول لكل أخي يتعامل مع الأجهزة اعمل عملاً يصورك في القيامة أن ترى اكتب كلاماً يسجل لك ولا يسجل عليك لأنكما ذكرت في قوله تعالى فويلوا اللهم مما كسبت أيديهم وويلوا اللهم مما يتبق فلا تكتب فلا تكتب شيئاً يسيء إلى دين أو إلى قيم أو مبادئ أو أخلاق خاصة فيما يتعلق من مسألة النكات والأخبار الغير دقيقة ونسبة أقوال إلى غير صاحبها وأحاديث أيضاً قد تكون موضوعة أنا بعض الأخوة يعجبون يقولي أخواني هذا حديث أنا لا أعرف درجاته ورجاء ممن يعرف أن يبين حكمه في برامج الشيخ الآن في الجوال حتى الحديث ويعطيك صحة هذا هو وذلك هو مهم جداً حقيقة للتواصل لكن لا بد أن نعلم أنه رسالة وأننا مسؤولون عما نكتب وعما نسمع فلا نكتب إلا خيراً ولا ننقل إلا خيراً الذي لا تتأكد منه لا تنقله ولا تنقل إشاعات ولا الوشايات ولا الكلام المتعلق بالسياسة أو الأنظمة في الحكومات والدول يعني أحياناً مثل واحد نقولك أعلن الدوان الملكي في المملكة العربية السعودية بأن غداً كذا صحيح بعد فترة كذبوا هذا الكتب وليلة القدر الشيخ الأيام ليلة القدر الليلة القدر اللي راحت قالوا ليلة 21 وقبل يومين قالوا ليلة 25 وقالوا أمت ليلة 27 فالناس تتحدث فيها حديث تنقل أحاديث سبحان الله قد تكون فيها قد تكون صحيحة والآن طلع إشاعات الآن بأن العيد بكرة يعني الآن العيد الآن اختمه وأن العيد بكرة من الطرائب شيخنا حتى الإشاع يعني لو الواحد يفكر فيها منطقياً ما تقبل يعني الواحد مطرش لأنا كنت بيقيل بعد صات الظهر بريح مطرش للدوان الملك السعودي يعلم رؤية الهلال أي هلال وإحنا في القائلة الظهر الظهر وين شوفوا الهلال يعني اليوم التحري ممكن الهلال الاسم ريوال ما رأى عليه شافة يعني يعني ما أعتقد الهلال الشيخ يعني أنت شيخنا قلت أنك تحرص على أنك ما ترسل شيء إلا دو قيمة وأنه يتأكد إن المصدر ربعنا الله يتزام وخير يعني إذا شوف في قول الله قول الرسول كوبي بيست على طول هذا كاذب الشيخ تثبت من هذه الأقوال وهذه الأحاديث وهذه الأمور كيف نتثبت منها وكيف نكون ناقل لأن هذه إشاعة والإشاعة كما يعني تعلم بأنها هي أمر مذمون بل إذا جاءكم يعني سبحان الله في أي أمر لا بدنا تأكد أولا ينبغي الذي لا أعرف لأنقله أصلا أنا لست مطالب شرعا أن أنقل كل شيء حتى لو أني على علم أنا لن بغي أن أنقل المعلومة عند من يستفيد من هذه المعلومة أم أنني أكون كحاطب الليد كل الذي يأتيني أضخه مرة أخرى فهذا أولا حتى وإن كنت حسن النية لا يبرأك من المسؤولية بين يدي الله تبارك وتعالى لأن النية لا تصحي العمل الفاسد وإنما ينبغي أن تكون النية صالحة والعمل صالحا أيضا ولذلك أنا أنصح أهبة في الله تعالى من مشاهدين للنجال والنساء لا تنقل شيئا لست متأكدا من صحته لا تنقل شيئا ليس فيه نفعل الناس لأنك بذلك تحمل وزرك ووزر من يعمل بهذا بعدك وهذا كم ورد في قول الحبيب صلى الله عليه وسلم من سنة في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها واحد مدخن علم ولد التدخين ولد علم جيران وأصدقاء شف السلسلة هذه ما من جريمة قتل تقع إلا وعلى ابن آدم الأول كفل منها لأنه أول من سنة القتل فأنا أقول لإخوان وحبة في الله رجال والنساء لا تنقل شيئ ليس صحيحا ولا تنقل شيء ليس مفيدا ولا تنقل شيء يتعلق بأشخاص أو يسبب إزعاد لجهات رسمية لأن هذا الأمر أحيانا قد يأتي بلغات الكاذبة هذه قد تروع الأمن وقد تستنفر لها دول الآن لما أقول طيارة مثلا بلغ كاذب طيارة عليها مثلا يعيز بلغ وقم بلغ لغير شوف ماذا تصل على الدولة أحيانا قد تعطى رحلة التهارة في دول بالكامل فهذا من الكذب الذي ينبغي على المسلم أن يتنزه ويترفع عنه تماما شيخ شعود كيف نربي أبنائنا يعني الآن أبنائنا ما شاء الله صاموا معنا في رمضان صلوا معنا كيف نربيهم أيضا بعد شهر رمضان مبارك أنا دائما تأتي نسفة أروح على نقطة ورجع لك الشيخ تفضل حين أنا ما أدري ليش الناس مشغولة بمسألة رؤية الهلال ولي الأمر وضع لجنة لتحري رؤية هلال شهر شوال يا أخي هي المسؤولة ننتظر إلى حين الإعلان وننشغل بكثرة الاستغفار من السنة أنك دائما تختم أعمالك بكثرة الاستغفار لعلها الساعات الأخيرة الآن دقاق الأخيرة باقي ساعة تقريبا وقد يرحى الرمضان ننشغل بدلا ما لوحد ماسك الواتساب ويتصل ها ماليزي يشوفه والهلال غابة الشمس في اليابان يا أخي يشتغل بالاستغفار برجع لسؤالك النبي صلى الله عليه وسلم يعني دقال حديث رائع وفي نفس الوقت يحملنا مسؤولية شديدة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راع في بيتي ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها قبل ذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لابد أن تعلم أخي الحبيب يا ولي الأمر وأخت الوالدة ربة المنزل أنكم محاسبون على أبنائكم لابد أن تحرصوا عليهم أنا تعجب صراحة أجد بعض أولياء الأمور يجونا المسجد أسأل أين عيالك ما يدري رايح يدور في مجمع ولا ساهر مع ربعة ولا ما يدري أصلا وينه يا أخي كيف أن تأتي إلى المسجد وتجتهد وتنسى فلذة كبدك إذا كنت بالفعل محبلة وحريص عليه لابد أن تقومه وأن تحاول أن تكون خير معين له على طاعة الله سبحانه وتعالى حتى تترافق جميعا في جنة الأرض والسماوات والأرض وعدة للمتقين كيف نجعل ختام رمضان بداية؟ سريعا الأعمال التي تقوم في رمضان أعمال أساسية ضرورية فأنا أقول ينبغي أن يكون رمضان انطلاق لعلاقة حسنة مع الله تبارك وتعالى وعلاقة حسنة مع الخلق لأن من لم يدع قول الزير والعمل به فليس الله حادث في أن يلعى طعامه وشرابه فينبغي أن نعلم أن رمضان شهر عبادة وشهر أخلاق فنحافظ على أخلاق النبوة في تعاملنا مع الناس ونحافظ على أخلاق الربوبية والألوهية في تعاملنا مع الله سبحانه وتعالى شكرا شيخ موفي سأل الله يتغبل مننا ومنكم صالح الأعمال إذا كان قدر إن شاء الله هو صيام سأل الله يعيننا عليه وإذا كان عيد كل عام أنتم بخير أيضا شيخ سعود إزاك الله خير الله يتغبل مننا ومنكم صالح الأعمال شكرا حضورك في الختام نقول ارتحل شهر الصوم فما أسعد نفوس الفائزين وما ألذ عيش المقبورين وما أذل نفوس العصاة المذنبين وما أقبح حال المسيئين المفردين وصلت وياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم رمضان الدوحة فإن لم يكن يوم القد هو عيد سنلقاكم بحول الله قدا وإن كان عيدا فنقول للجميع تغبل الله مننا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وأنتم بخير فأتمنى برنامجنا يكون نالعجابكم خلال شهر رمضان المبارك أسأل الله نوفقنا وإياكم ونلتقي إن شاء الله بكرة إما في رمضان الدوحة أو في عيد الدوحة كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شئ ذا منكم الشهر فليصم ترجمة نانسي قنقر